الوزير الأول محمد البلال يحط الرحالة في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحفظ الشرقي ضمن زيارة سيدشن خلالها مشاريع تنموية بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال الوطني وستكون أولى محطات زيارة الوزير مدينة عوينة الزبلة تابعة لمقاطعة جيغنه حيث سيعقد لقاءات مع السلطات والمنتخبين في تواقف سريع أما في مدينة النعمة حيث سينظم الاستقبال الرسمي في القاعدة العسكرية سيجري الوزير الأول بعض التوشيحات العسكرية قبل أن يعقد لقاءات مع السلطات الإدارية والأمنية في المنطقة بالإضافة للمنتخبين المحليين ومن مدينة النعمة سيطلق الوزير الأول برامج مفوضية الأمن الغذائي لما سيعقد مساء نفس اليوم جلسة استماع لمدة ساعتين مع سكان المنطقة فجر الجمعة سيتوجه الوزير الأول إلى مدينة ولاتة أقصى شرق البلاد حيث سيضع حجر الأساس لمشروع ربط مقاطعة ولاتة لمشروع الظهر لتوفير المياه الصالحة للشرب من ولاتة يتوجه الوزير الأول إلى مقاطعة عد البقر لإطلاق الأشغال في طريق أمرج عد البقر ومساء الجمعة يعود الوزير الأول إلى مدينة النعمة حيث سيعقد جلسة استماع ثانية مع السكان وبحسب برنامج الزيارة سيتوجه البلاد لفجر السبت إلى مدينة باسكنو في أقصى الشرق والتي سيدشن فيها سدودا مائية أنجزت مؤخرا في المدينة وفي مساء نفس اليوم سيعود البلاد إلى مدينة النعمة حيث سيرأس طاولة مستدرة لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل مشاريع استراتيجية في ولايات الحوض الشرقي وذلك بحضور ممثل تحالف دول الساحر الخمس الذي سيلقي خطابا خلال الاجتماع ومن المنتظرين تحدث الوزير حول خطط الحكومة لتعبئة التمويلات وحول فرص الاستثمار في ولايات الحوض الشرقي ومن المقررين اختتم الوزير الأول زيارته لولاية الحوض الشرقي مساء يوم السبت عشية عيد الاستقلال الوطني بإصطار بيانا ختامي يتوجه بعده إلى العاصمة وكشوط